موسيقى عقد منتدى مغرب المستقبل في نهاية الأسبوع اجتماعه الثالث للمجلس الفيدرالي هذا الاجتماع الذي انبتق عنه العديد من التوصيات المخرجات أبرزها أولا العمل على إخراج رؤية جديدة للخطة الاستراتيجية الثانية 2021-2023 وكذلك وضع آلية تنظيمية لاستقبال المنخرطات والمخرطين الجدود ثالثا كذلك تدول المجلس في نقاط أخرى وأبرزها العمل على خلق مدرسة الراحل هرمي نور الدين للتكوين والتعطير ثم تبحثنا كذلك في موضوع إطلاق دينامية على المستوى الوطني جزء منها سنخصصه للندوات الإشاعية والفكرية والثقافية وهي ندوات موضوعاتية والثاني من هذه الدينامية ستقودنا إلى زيارة العديد من المناطق الترابية عبر الترابي الوطني هذه المناطق التي يوجد فيها أو توجد فيها العديد من الديناميات ديناميات مغرب المستقبل حركة قادمنا وقادرنا سابقا ثم في الأخير تدولنا في إمكانية تعزيز وجودنا وتعزيز حضورنا ضمن الهيئة الوطنية التي هي الاتلاف الحادثي الديمقراطي إلى جانب إخواننا في جبهة القوى الديمقراطية وكذلك حركة المبادرات الديمقراطية طبعا هو الاتلاف جاء نتيجة لهذه الحوارات التي قامت بها أو قامت بها حركة قادمنا وقادرنا سابقا وتعزيزت كذلك مع منتدى مغرب المستقبل الذي كما تعلمون أنشئ على ضوئي المؤتمر ستناء الأخير الذي نعقد يوم جوج دجنبير من سنة الماضية طبعا قمنا بالعديد من الجوالات يعني التقينا فيها في البداية مع منظمات حقوقية ومدنية وكذلك مع أحزاب سياسية توقفت هذه اللقاءات بعدما ارتأينا تأسيس الاتلاف وبالتالي من خلال الاتلاف كانوات أولى تعزيز هذا الاتلاف وفتح هذا الاتلاف في وجهه كذلك قوى حدثية ديمقراطية تقدمية أخرى وبالفعل باشرنا اللقاءات مع جمعيات حقوقية وسنتابع العمل نفس الشيء خلال هذا الأسبوع وسنلتقل كذلك للقاء بالأحزاب الوطنية المغربية التي لم نزورها بعد من أجل أن نقدم لها مشروع الاتلاف والذي يحمل عنوان نداء مغرب المستقبل ذلك النداء الذي كثف العديد من المواقف والعديد كذلك من تصورات ومنهجية العمل التي سنعمل على تنزيلها على أرض الواقع بداية منذ نشأة حركات قادمة وقدير سابقا كان الهم الأساسي لدينا هو الإشعاع وهو كذلك التواصل فاستمرت هذه العملية منذ ذلك ونستمر اليوم من خلال العديد الندوات التي سننظمها وهذه الرهانات هي رهانة كبرى أولا من أجل تهزيز المشاركة السياسية في انتخابات مقبلة ثانيا من أجل طرح تصور المنتدى لكل المسار الديمقراطي الذي يجتزه المغرب وكذلك للمستجدات التي يدشنها المغرب أو الذي يحيطها على مستوى العديد من القضايا الكبرى التي تهم الشعب المغربي من بينها كذلك القضايا الاجتماعية التي ترهق المواطن المغربي خاصة في ظل الجائحة وخاصة كذلك في ظل التوتر على مستوى العديد من القضايا التي لم ترى النور خاصة مع ما تبقى من عمر الحكومة المغربية الحالية فبالتالي الرهانات التي نتوخها من هذه الندوات هو الاستمرارية في الفعل وهو كذلك التواصل المباشر أو غير المباشر مع المناضلات والمناضلين للمنتدى وفتح قنوات للتواصل والتعريف أو المزيد من التعريف بالمشروع الشغل المنتدى منذ انطلاقته على مواكبة كل القضايا التي نتجت عند ظروف الكوفيد-13 وفي هذا الإطار تأتي الخطة الستراتيجية الثانية نقول الثانية باش نتضح للمستمعين والمشاهدين الكرام على أن الخطة الأولى كانت في سنة 2013 وتمخد عنها ذلك الكتيب الذي تقدمنا به للسيد شاكي بن موسى والذي يحمله مقفنا من النموذج التنموي الجديد الخطة الثانية السراتيجية والتي هي 2021-2023 بالفعل أنها ستعمل على تسليط الضوء على العديد من القضايا التي بدأنا في التعريف بها وكذلك المواكبة هذه القضايا من خلال ما نطرحه على مستوى العام تلك القضايا المتعلقة بالدستوري والتنزيل الدستوري وبالجهوية وبالقوانين التنظيمية للانتخابات ولا للعديد من الأورش ولكن كذلك الجانب الاقتصادي وهذا هو المهم أنه سنطرح رؤية جديدة تتعلق بمواكبة يعني ما وصلنا إليه من أزمة اقتصادية والتي يجزء من الأزمة العالمية لكنها بشكل خاص سيكون لها وقع كبير على الفئة الهشة وعلى مغاربة الحشية السفلة المغرب القاروي وسكان الجبل والواحات والسهول والسهوب وطبعا يعني دواحي المدن الكبرى المتوسطة هنا توجد العديد من الفئات المتضررة التي لازلت مهزولة عن ثروة المركز ولا تستفيدوا من حقها في الثروة الوطنية ولا تستفيدوا من حقها في العدالة المجالية ولا تستفيدوا كذلك أساسا من الحق في الولوج البنية الأساسية وأنتم تعلمون يعني واقع التعليم اليوم وواقع كذلك الشغل والصحة والسكن فهذه القضايا هي قضايا محورية نتبنها من خلال نضالنا الدؤوب من أجل منهضة التفوت الاجتماعي والتفوت الاجتماعي نعتبره اليوم قضية وطنية وقضية كذلك يعني مفصلية النضال من أجلها سيقودنا إلى حوار وذلك ما نطلب به حوار مجتمعي صريح وشفاف ومسؤول مع كل المغاربة نحن لا ندريك يعني كيف تتبارز الأحزاب السياسية فقط على مستوى الترتيب من سيحل في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة وننسى دائما على أننا نحن اليوم لم يعود فصيناع علي عن جندة الانتخابية إلا شهر قليلة ولحد الساعة ليس هناك أطر للبرامج الحزبية والبرامج السياسية التي من خلالها ستضع المواطن يعني أمامها يعني العديد من الرؤى التي سيختاروا من بينها طبعا أنتم تعلمون لأن منتدى مغرب مستقبل وهو عضو مؤسس للإتلاف الوطني وفي الشمال الأخير الذي نعقدها بالرباط يعني بمقر حزب جبهة القوى الديمقراطية نعقدت سكرتارية الإتلاف وتمت المصادقة والتداول كذلك في بعض النقاط المهمة هي أولا مرمجة زيارة إلى مدينة الدخلة في أواخر شهر مارس هذه الزيارة التي ستقودنا إلى تنظيم لقاء يعني ولقاءات مستهى أولا للتعريف بالإتلاف الحادثي الديمقراطي وكذلك من أجل يعني التعبئة المستمرة والمساهمة في التعبئة المستمرة بخصوص القادية الوطنية قادية الصحر المغربية على ضوئي واقع التحولات ومستجدات التي عرفتها سواء منطقة القرقارات أو الدبلوماسية يعني إجازات الدبلوماسية الوطنية المغربية والتي حققت انتصارات باهضة تلك الانتصارات التي يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نعرف بها ويجب أن نصونها كذلك ويجب أن نفتحها يعني لها قنوات التعبئة كذلك الوطنية لا يكفي التعبئة على المستوى الخارجي أو على المستوى الدولي بل تعبئة الوطنية ويعني تتبع كل هذه الخطوات وهذه الإنجازات وتعبئة الرأي العام الوطني حولها أعتقد أنه سيكون مفيد جدا بالإضافة إلى ذلك ربما سنقوم بزيارة إلى القرقارات طبعا وهذا أصبح يعني من أجل أن نقول لخصمنا ولجارتنا على أننا نحن هنا وكذلك نزور كل المناطق المغربية من تنجا إلى القويرة كذلك سنقوم بندوات سنضم ندوات موضوعاتية جانب منها سيكون عبر منصة رقمية التي سيتم إحدتها والتي ستدور في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والسياسية كذلك تلك الندوات التي سيكون منها يعني جزء آخر مرتبط عن بعد بالتواصل عن بعد والتي ستكون تحمل هي الأخرى تصور الاتلاف لما يرجو في بلادنا وكذلك أفاق يعني هذه الفترة اللي هي فترة هذه الانتخابات والتعبئة لهذه المحطة يعني الديمقراطية وبالتالي أن نتواصل مع مختلف فئات المجتمع من أجل يعني توضيح ما يجب توضيحه وكذلك من أجل طرح القضايا التي تشغل وترهق بالا المواطن أعتقد على أننا اليوم المغرب يعيشوا يعني خراك على جميع المستويات هذا الحراك يجب أن تكون لنا كلمتنا فيه لا المستوى الحقوقي يعني كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ولا على المستوى كذلك يعني القضايا الإجتماعية بما فيها قضية تفوتات الإجتماعية التي اليوم مع كوفيد يعني تزيد تعمقا ولا كذلك على المستوى التعليم وما أدرك ما التعليم خصوصا ما يعيشه التعليم من أزمة اليوم في غياب إصلاحات جدرية وفي غياب منظومة تعليمية وطنية تخرجنا من المأزق الحالي وكذلك تستطيع مواكبات ما فرضت علينا الجائحة ثم كذلك الصحة نحن نعلم على أن طبعا المغرب حقق قفزة نوعية على المستوى المواكبات المواكبات الاحترازية وعلى مستوى توفير يعني كل اللوازم ديال حماية ديال المواطن حماية الصحية ولكذلك على المستوى اللقاح إلى غير ذلك لكن كنظن على مستوى المنظومة الصحية ينقصنا ما ينقصنا وبالتالي يجب أن يعني أن نرقى بالنقاش لتحقيق المبتغى والمطلوب في هذا الباب الإضافة طبعا إلى قضايا أخرى ترتبطوا بالشغل وترتبطوا كذلك بالسكان وترتبطوا كذلك بالمناخ وترتبطوا كذلك بالبيئة وترتبطوا كذلك بمغاربة يعني العالم مخاصة يعني كل التضامن مع مغربة العالم ونحن قلنا كلمتنا في هذا الموضوع خصوصا الحق في المشاركة السياسية موسيقى